مرحبا رحيمة صلى الله عليه وسلم محمد النبي مصطفى الكريم وعلى آله وصحبه وسلم الطيبين طاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور أحمد ويد العباد خلينا على الثمد الثمد هو يعني الثمود هو جمع والمفرد ثمد وثمدة ثمدة للمؤنث وثمد للمذكر لأنه هذا قليل المؤنث المذكر في الكلمات والأسماء موجودة عند العرب موجودة عند الأردين في لهجتهم في لهجتهم الأردنية وفي لغتنا العربية لأنه إحنا أصلا عرب إن شاء الله سنبقى عرب فهذه الثمائل أو الأحواض التي كانوا يحفرونها التي تجمع فيها المياه آناء الليل وفي الصباح طبعا يشربهم ومواشيهم وكان الماء صافي جدا لأنه لم يكن هناك تلوث للبيئة ولا وهذه منازل بيت الشعر للمد وتنتقل المكان إلى آخر وهم لا يلوثوا الماء أصلا فالحوض الماء الحوض المية التي تجتمع فيه المياه يسمى الثميلة وكما قلنا ثمد المكان هيئه كالحوض يجتمع فيه الماء وثمد الماء استنبطه من الأرض ولذلك الأنباط سمي الأنباط كما سيأتي فيما بعد حديث حديثنا أنهم استنبطوا الماء واستنبطوا اللغة العربية حروف اللغة العربية هم استنبطوها واستنبطوا يعني محسلة الحضارة الحورية والآدومية الأردنية استنبطوها على كل حال يعني في قصائد على شغلة ثمد قصائد بدوية حلوة يمكن لا يكون هذا مقامها لكنها جميلة جدا وأنا أحفظها ومدونها عندي ومسجلها والثمد له مكانة خاصة لأنه هو واحد من مصادر الحياة عند الأردنيين بالنسبة القبيلة البني صار من أعرق قبائل الأردن ومن أقدمها فلذلك هذا الثمد وثمود ثمود أبوال نرجع لثمود ثمود الذين جابوا الصخر بالواد كل حضارة حفرت في الصخر أو قطعت من الصخر فهي ثمودية هذه نظريتي أنا كل حضارة قطعت في الصخر أو نحتت من الصخر فهي ثمودية وعلى الله سبحانه وتعالى وقال الكريم قرن عاد وقوم فرعون بقوم ثمود ثمود لذلك دين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في هذا فرعون أبو الأوتاد هذا هو أصلا ثمودي هو أصلا من منطقة الجوف ومن شمال جزية العرب هو أصلا عربي ومن قضاعة من قبيلة قضاعة الأردنية وبالتالي يعني ارتباط هذه الأسماء ببعضها ارتباطها بالفعل ارتباطها بالتصرف هو دليل على التحام الناس ببعضها وعندما يعني كان ايجا سيدنا موسى وتكلم مع فرعون باللغة وفهمها واجه عند شعيب الحفيد وهو يثرون اللي هو أحد أحفاد سيدنا شعيب تكلم معاه بنفس اللغة كانت هي اللغة العربية لأنه كانت كل الأقوام الثمودية كل الأقوام الثمودية كان عندها ثنائيت اللغة اللغة العربية رقم واحد واللغة الأخرى اللي هي مثلا اللغة الفرعونية اللغة حضارات الأناظول كل كل مملكة كان عندها ثنائيت اللغة لما اجي الاحتلال الفارسي واليوناني والرومي صار عندك ثلاثية ثنائيت اللغة وأحيانا ثلاثية اللغة لأن اللغة العربية هي الأساس يضيفوا عليها اللغة أخرى للتجارة مع الأقوام الأخرى اللغة المستعمر اللغة المحتل المحتل اليوناني المحتل إلى آخر ولذلك يعني نقول أنه الثمد هذا وادي الثمد من أهم الأودية في الأردن هو وادي الوالة هاي مناطق هاي ينابيع ينابيع نقية ممتازة وكويسة ونحن نتحدث فيما بعد يعني في حلقات قادمة عن تفاصيل وعن الشعر البدوي وعن هات البرودة يا حمد صار الطمع بم العمد يعني في قصص جميلة جدا أعتقد ليس هذا مقامها في رمضان كريم والحديث بقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة